اشتراك في القناة للحجر الاساس لتهيل ويعادة ترميم شبكة صرف الصحي في مدينة روسو وزر مركز التكوين الفني التابع للجيش الوطني بالمدينة من جانب اخر دعا الرئيس محمد العبدالعزيز الانتخاب الافضل من بين المتراشحين الستة للانتخابات الرئاسية المقرر لتنظيمها في 22 من شهر يونيو الجاري وقال العبدالعزيز في تصريح ادلى به على همش وضعه للحجر الاساس لتهيل ويعادة ترميم شبكة صرف الصحي في مدينة روسو ان المترشح محمد وللغزواني يعتبر مرشح الامن والاستقرار والتنمية والازدهار هذا وينتظر ان يعقد الرئيس مؤتمر صحفيا مساء غدن الخميس بالقسر الرئاسي في العاصمة الماكشوطة قال سيدي والدومان الناطق الرسمي باسم المترشح للانتخابات الرئاسية محمد وللغزواني ان الرئيس محمد وللعبدالعزيز سيصبح بعد الانتخابات رئيسا سابقا لديه الحق في القيام بكل ما يريد وبإمكانه ان يوارس السياسة واضافوا الدومان في مقابلة نجرتها معه اذا عاتوا فرنسا الدولية ان وللعبدالعزيز لا يمكنه ان يعود للسلطة لان الدستور واضح بشأن ذلك مؤكدا انه احترم الدستور وسيشرف على عملية الانتقال والتنواب السلمي على السلطة يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشتراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة السادسة ونصف تتابعنا حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المشهد حول الانتخابات الرئاسية المرتقبة السبت المقبل في امان الله اشتركوا في القناة